اهلا بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية قدمنا النظرية العلمية المعاصرة لأطوار الجنين مقارنة بما قدمه النص القرآني في العديد من الآيات كالآية خمسة من صورة الحج ورأينا خلال الثلاث حلقات أن النص القرآني نقل بآمانة النظرية العلمية لأطوار الجنين في عصر ظهوره مبنية في معظمها على ما توصل إليه الطبيب الإغريقي كلوديوس غالينيوس في القرن الثاني الميلادي وكذلك فلاسفة والأطباء قبله كبيتاغور وأريستو وأبوكراط وهذه النظريات لم تعد مقبولة في عصرنا وقد فند العديد من الأطباء نظرية غالينيوس كالطبيبة كما قلنا الفرنسية كريستين بونيت كاديلاك في رسالة الدكتوراه سنة 1997 لأنها نظرية تأسست على الملاحظة بالعين المجردة أثناء تشريح بعض الحيوانات بينما الطب في عصرنا الحاضر يعتمد على أجهزة متطورة كالميكروسكوب الإلكترونيك ورغم هذه الاكتشافات المدهلة لازلنا نجد شيوخا ومفكرين يعتقدون ببطلان ما وصل إليه العلم الحديث أما ما جاء في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ككلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى علماء عصرنا أن يتراجعوا عما توصلوا إليه ومن هؤلاء المفكرين والشيوخ من حاول إخضاع هذه العلوم لخدمة المصطلحات القرآنية كالنطفة والعلقة والمدغة والأمشاج بل وأصبحت تدرس في مدارسنا على أنها حقيقة علمية عالمية نعم في عصور العلم والمعرفة أيام ما تسمى بالحضارة الإسلامية كان هناك أو كان هناك عفوا أطباء وفلاسفة مسلمين تعلم منهم الغرب بل والبشرية كلها كفروا ولعنوا على المنابر كأبي بكر رازي وابن سينة وابن نفيس وابن الهيتم واللائحة الطويلة من هؤلاء العظماء اعتمدوا على الكتب الفارسية والسوريانية والإغريقية وغيرها التي ترجمت للغة العربية من طرف مترجمين أكفاء كحنين بن إسحاق وطوروا هذه العلوم ولم يتعدوا على حرمة النص القرآني وتطويعه لمصالحهم كما يفعل الشيوخ وبعض المفكرين المسلمين في عصرنا الحاضر فلو كان كلامهم صحيحا لكانوا هم الصباقين لاختراعات طبية الحديثة كاللقاح كوفيد-19 ولما تركوا حكومات بلادهم تتسابق نحو شراء اللقاح الصيني والهندي والروسي كأنه إنجاز عظيم نعود لإكمال موضوع قصة أهل الكهف والبيئة التي ظهر فيها القرآن قلنا إن استحضار نص القرآن لقصة من الموروط المسيحي السورياني لتقدمة الجدلية القائمة بين المداهب السوريانية فيما يخص أساسيات هذه القصة من عدد الفتية والسنين التي مكثوا فيها بكهفهم واختلاف رجال الدين السوريان في تفاصيل القصة حتى يظهر عدم تبوث علمهم في قصة بسيطة من طراثهم بقيت نقطة مهمة في تفاصيل القصة بين الرواية السوريانية ونظيرتها القرآنية وهي مسألة بناء مسجد على هذا الكهف تقول آية 21 من سورة الكهف فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنا عليهم مسجدا بينما الرواية السوريانية تفيد وقوع حوار بين الموجودين وقت رجوع الفتية لكهفهم قصد العودة إلى نومهم الأبدي في البداية اقترح الإمبراطور تيديوسيوس أن يعيدهم إلى مدينة أفاسوس حيث سيبنى كنيسة فوق قبورهم ولكن الفتية طلبوا أن يتركوا في كهفهم وبعد عودتهم لنومهم في هذا الكهف تقول رواية أخرى في التاريخ الكنسي السورياني بني فوق الكهف بيت صلاة بيتا صلوطة إكراما لهم وخلاصة القول النص القرآني يخاطب منشمعا عارفا بهذه القصة ربما من المسيحيين العرب يؤكد على مسألة القيامة من الموت كحقيقة لا شك فيها ثم يقدم لأصحاب هذه القصة طرحا آخرا استعصى على فهم المشركين بصفتهم أتباع الثالوت المقدس الذي ينكره صاحب القرآن فكما قلنا الخطاب كان موجها للمسيحيين حين قال في الآية الرابعة من صورة الكهف ويندرق الذين قالوا اتخذ الله ولدا رغم أن هؤلاء الفتية فتية أفسوس كانوا مسيحيين بحسب القصة السوريانية يشهدون باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد بخلاف دين الدولة الرومانية أنداك وإيمان الأمبراطور ديسيوس بالتالوت زيوس وأبولو وأرتيميس فالنص القرآني يبرئ هؤلاء الفتية من الشرك بالله ولهذا قال في الآية العاشرة إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قد يقول قائل كلمة ربنا يستخدمها المسيحيون في دعائهم وصلواتهم ويقصدون بها الثالوت المقدس الرد يكون على هذه النقطة موجود في الآية التي بعدها تقول ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والكلمة هنا هي القول بأن لله ولدا ووضح هذه الحقيقة بالنسبة لاعتقاده في الآية 13 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وبالتالي كلما جاء من اختلافات في قصة أهل الكاف بين المداهب السوريانية فالله هو من يعلم بحقيقتها فبعدما عرض هذه الاختلافات قال في الآية 26 قل الله أعلم بما لبت له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الجزء الأخير من الآية ولا يشرك في حكمه أحدا يقدم القرآن الطرح اللاهوتي في عقيدته التي تنكر بلا شك عقيدة التثليد هذه القصة في القرآن رغم التلميحات لها ولم يذكر تفاصيلها إلا أنها تفيد مجتمعا عربيا مسيحيا واعيا بهذه القصة وأبعادها اللاهوتية وبالتالي المجتمع الذي ظهر فيه القرآن هو مجتمعا لا يمث بصلة للوثنية لأن الوثنيين لا تعنيهم مثل هذه القصص المسيحية ولا يعرفونها فوجودها في القرآن ليس عبثا وإنما من أجل تقديم الحجة على فهمهم الخاطئ لتصور الإله له شركاء وأبناء جاء ليصحح ما يعده واحدا من الأخطاء الجوهرية في عقيدتهم فالقرآن يستحضر مثل هذه القصة بطريقة تنم عن افتراض أن المخاطبين أيضا مطلعون جيدا عليها ولهذا اعتبرها من أحسن القصص كما جاء في سورة يوسف الآية 3 وفي سورة الكهف الآية 13 كذلك تقول الآية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخره فالحق هاهنا يتجلى في رمزية القصة وليس في تفاصيلها وتاريخها غير المعروف لأن ما هو مهم هو الاعتقاد بوجود حياة أخرى بعد الموت وبوحدانية الله وعدم الإشراك به وعدم القول إن لله ولدا هناك نقطة أخيرة أريد إضافتها في ظل نكران بعض المفكرين لتأثير القرآن بمحيطه التاريخي نجد فقهاء الإسلام الأوائل انتبهوا للمصادر السريانية واتطلعوا عليها ونهلوا منها ما استطاعوا أخذه من تفاصيل المهمة في تعليقاتهم على قصة أصحاب الكاف كما هو الحال في كتاب المبتدأ لابن إصحاق ونحن نعرف هذا ابن إصحاق في العصر أبو جعفر المنصور وكذلك تاريخ الطبر وتفسيره ومن هذين المرجعين نقل الكثير عن أصحاب الكاف ورغم هذه المعطيات لا زال بعض المفكرين ينكرون هذا التأثير بل وبالعكس يدعون أن السوريان هم من أخذوا هذه القصة عن القرآن والمسلمين أترك لكم الحكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معا اشتركوا في القناة